اشتركوا في القناة الله تعالى وبركاته سادة المشاهدين أحييكم بتحية مليئة بالأمل رغم الألم في برنامج خطوطنا تسارعت التطورات العسكرية في ريف حلب الشمالي بين الثوار المجاهدين وبين تنظيم الدولة إذ شهدت الخريطة العسكرية هناك امتداداً منحوظاً لمصلحة العالم الأخضر على حساب العالم الأسود فما هي التطورات الأخيرة في ريف حلب الشمالي وكيف جرت المعارك هنا وما هو مدى صحة الوثائق التي سربها أحد جنود الخلافة بعد أن أعلن انشقاقه عن تنظيم الدولة وما هي أهم المعلومات التي احتوتها هذه الوثائق هذا ما سنتناوله في حلقة اليوم أهلاً بكم أرحب بكم مجدداً سادتي المشاهدين كما أرحب بضيوفي ضيفي هنا في الاستوديو سيادة العقيد محمد فايز الأسمر محل العسكري وستراتيجي كما أرحب بضيفي عبر سكايب القيادي في الجبهة الشامية هشام دربالة أهلاً وسهلاً بك أخي هشام أهلاً وسهلاً بك أحييكم من جديد سادة المشاهدين فجأت ثوار تنظيم الدولة في ريف حلب الشمالي بهجوم مباغت وبعد عدة ضربات على ظهر تنظيم الدولة اضطر تنظيم الدولة إلى انسحاب قهقر من قرى ونقاط كان يتمركز بها نتابع هذا التقرير ثم نبدأ النقاش بعد أن أنهى الثوار تجهيزاتهم واستعدادهم لفتح معركة جديدة مع تنظيم الدولة في ريف حلب الشمالي صدر بيان منذ عدة أيام أعلن فيه الثوار المناطق والقرى الواقعة في ريف حلب الشمالي منطقة عسكرية وذلك تمهيداً لاستعدادات الثوار لفتح معركة واسعة ضد تنظيم الدولة وطالب البيان المدنيين بمغادرة المنطقة لا سيما في القرى الواقعة بين مدينة يعزاز وجرابلوس بالقرب من الحدود السورية التركية وفعلاً استطاع الثوار التقدم وانتزاع عدة قرى من تنظيم الدولة في الأيام الأخيرة كانت نقطة الانطلاق من ثلاثة محاور قرية الدلحة وقرى مزرعة وقزى المزرعة باتجاه قرى كوبري واستطاعوا السيطرة عليها ثم توجهوا إلى قرية دوديان التي تعد نقطة هامة لتنظيم الدولة وبعد اشتباكات عنفة أصبحت دوديان بيد الثوار واستمرت راجع التنظيم أمام ضربات الثوار فانتزعوا قرية الخلفتلي الموازية لدوديان على الحدود التركية وكان هذا العمل إنجازا كبيرا لينطلق بعدها الثوار من محوري دوديان وقزى المزرعة لينقضوا على تنظيم الدولة في قرية ياني يابان بعد اشتباكات عنفة خاضوها مع التنظيم فيما قام عناصر التنظيم بتفخيخ منازل المدنيين قبيل انسحابهم من القرية فأجبر التنظيم على الانسحاب من ياني يابان والتراجع أمام رصاص الثوار عبر محوري جكا ومريقل وعلى الأرض يلاحظ المراقبون أن معنويات الثوار مرتفعة جراء الانتصارات الموالية التي حازوا عليها بينما لا يزال التنظيم يحاصل قرية مارع المعقلة الأكبر للثوار في الريف الشمالي منذ عدة أشهر دون أن يتمكن من السيطرة عليها ويقول ناشطون أن الثوار يجهزون حملة عسكرية كبيرة في الريف حلب الشمالي الذي تحاول خنقه كل من ميليشيات الصالح مسلم وميليشيات الأسد والتنظيم الدولة القيادة في الجبهة الشامية هشام دربالة تابعت وإياك هذا التقرير ما هي التطورات الأخيرة عندكم في الريف حلب الشمالي أهلا وسهلا فيك أستاذ زاهر القناة الكريمة طبعا تطورات والأحداث التطور بسرعة كبيرة بالنسبة للموضوع القرى التي تم تحريرها بالفترة الأخيرة طبعا بشكل عام المعارك لم تهدأ من أكثر من سنة ونصف ولكن كان فيه كر وفر دائما في المعارك فتم حشط القوة اللازمة لأمر من كافة الفصائل والاجتماع الفصائل بغرفة عمليات وحدة وتم الانطلاق باتجاه تحرير الأراضي بحيث يمنعوا عملية الكرب الفر اللي كانت تحدث من سنة ونصف إلى الآن من أين انطلقتم؟ من أي يعني المحاور التي انطلقتم منها؟ وما هي أسماء القرى التي حررتموها مؤخرا خلال الأيام الماضية؟ طبعا القرى اللي تم تحريرها حوالي الست قرى أو السبع قرى وهي؟ المحاور في عدة محاور للانطلاق للعمل حاليا تم العمل على محور أقصى الشمال لسهولة المعركة والانطلاق بشكل صحيح الحمد لله رب العالمين تم نجاح الخطرات جميل الآن القرى التي مؤخرا كانت بيد تنظيم الدولة ثم أصبحت بأيديكم أسماء القرى ما هي أسماء القرى؟ دوديان هل هي بيدكم؟ غزال؟ تم طبعا دوديان غزال إضافة إلى من فترة الخلفتلي بيدي من؟ الخلفتلي بنيابان الخلفتلي بالضبط الخربة فأسماء قرى يعني حوالي 7 قرى طبعا هي تحت سيطرة غرفة العمليات بشكل كامل طبعا إن شاء الله عندنا هنا في الستوديو العقيد محمد فايز الأسمر سيطرة العقيد أنت كمحلل عسكري الآن شهدنا في المرحلة الأخيرة كان تقريبا شبه هدوء أو كان وفر لكن الآن تقدم ملحوظ للثوار يعني قفزة يعني ما مرت من قبل المدة الأخيرة ما مرت أبدا أن الثوار يعني ياخدوا 6-7 قرى وراء بعض كمام كيف تحل العسكر تحياتي إليك السيد زاهر للأخ طيفك بداية يعني إحنا بنعرف من خلال متابعته ومن خلال المعرف إلى تنظيم داعش تنظيم داعش تبدده ليس بقوته ولكن حقيقة بها شاشة من يقفون بوجهه يعني خلال السنتين النص الماضيات لاحظنا أنه ينتصر بالرعب يعني سيطر على الحالة المعنوية لمن يقابله بحالة الرعب إن كان على مجسوى النظام وعلى مستوى الثوار خلينا نقوله حقيقة وذلك لاتباعه أساليب القتال المعروفة اللي هي المفخقات الأحزم الناسفة القطع الرؤوس يعني أصبح قبل أن يبدأ بهجومه يسيطر على الحالة المعنوية وتنخفض المقدرة القتالية للجندي إلى خمسين بالمئة وعندما يبدأ الأعمال القتالية أنت بتعريف طالما الإرادة القتالية مخفضة فمعناته أعطيت عدوك المقدرة على التقدم والسيطرة على ما يريد هذا أولا يعني تنظيم الدولة احنا شفناه في المعارك الأخيرة طبعا انفتحت عليه عدة جبهات يقاتل على عدة جبهات آخر ما فتح عليه انت بتعريف من فترة أسبوع فتحوا عليه جيش ما يسمى جيش سوريا الجديد فتح عليه معركة من التنفي يعني وأصبحت الجبهة الشرقية مجموية تماما من الحدود الأردنية أصبحت الجبهة الشرقية مشغولة والآن مشكلة الثوار أخي في الريف الشمالي انهم عملاقوا ثلاث قوة يعني كان الأمور تطورت أكثر ولكن هن مرابطين على ثلاث اتجاهات اتجاه مع النظام واتجاه انت بتعرف مع قوات البيدة والاتجاه الآخر مع تنظيم داعش فجميل من الثوار أنهم سيطروا على قرية ينيابان وقرية قرى كوبري وقرى مزرعة في الفترة البسيطة ولكن هناك أمر تكتيكي معين لدى تنظيم داعش أتصور أن تنظيم داعش يحاول الانسحاب من الحدود الشمالية لأنه عملاق الضغوط هناك وفي عنده حالة تكتيكية هي الحفاظ على قرية على المنطقة الباب ومنبج وتصغير المساحة الجغرافية ليسهل الدفاع عنها لأنه احنا شفنا أنه على الحدود الشمالية الآن المدفعية التركية أيضا تشارك في ضرب تنظيم داعش على الحدود التركية على سيرة الحدود التركية هل تحلل عسكريا أن تركيا لها دور إيجابي في تقدم الثوار بالمرحلة الأخيرة بالتأكيد بالتأكيد من خلال ماذا هل من خلال فعلا المدفعية التركية أم من خلال الدعم هو في أكثر من ناحية أخي زاهر أول شيء المدفعية التركية عم تمهد للثوار حقيقة يعني وأنا على علم واضطياع بهالأمر يعني في أننا الآن أنا إلي فصائل الآن اشتركت بدحرير دوديان الفرقة تسعوى تسعين نزل حديثا إلى شمال حلق يعني وأنا قائد من قادتها فإذن المدفعية التركية تنسق مع الثوار وتمشارك في الرمي على المواقع التي يعطيها إياهم وأيضا طيران التحالف نتيجة وجود قوى ثورية على الأرض تستخدم ولكن للأسف طيران التحالف عندما يقدم دعمه الجوي يكون خجولا يعني ممثل اليوم اللي كان يقدمه لقوات البيدة أو سورية الديمقراطية أثناء تقدم هواء حالة الأرض إلى شباة محروقة يعني حتى تمهيد القوات التحالف يكون خجول ونقدر نقول أنه فتوة الفصائل المقاتلة وجبروتها وصبرها وقوتها هو الذي استطاع أن يحرّد تلك القرى وليس طيران التحالف طيب هشام دربال القيادة في الجبهة الشامية ماذا تفسر تراجع تنظيم الدولة أمامكم في ريف حلب الشمالي طبعا أخي زاهل بالنسبة ل تراجع تنظيم غرفة العمليات كان في تجاوب كبير من الفصائل جميع الفصائل حطت ثقلات في هذه الغرفة المفروض يكون مثل ما أخي تكلم ضيفك سيادة العقيد العقيد فايز المفروض تكون العمليات انطلق من فترة ولكن قوات اليابدي اللي فتحت جبهة في ظهرنا كان لها دور كبير بتأخير هذه المعارك السلوار حسموا أبرم من كافة الفصائل ضمن غرفة عمليات ولكن التأخير كان بسبب قوات اليابدي وقوات سوريا الديمقراطي الآن أنتم خطتكم ماذا تنظرون طبعا إذا كان ما في مانع من ذكر الخطوط العريضة إلى أين تريدون أن تتجهون الآن أخي الكريم يعني بشكل عام الأراضي السورية المحتلة في المناطق الشرقية المهتدة للحدود العراقية بالنسبة أنها كلها هدف وأماكن تواجد التنظيم ضمن سوريا بشكل عام يعني هدف لنا ولكن المحاول الآن المحاول للريف حلب الشمالي الشرقي عملنا الهدف يعني بالخط العريض المناطق الحالية المحتلة بريف حلب الشمالي والشرقي ومتجاه الرقم شاء الله سيادة العقيد فايز ما هي الخطة العسكرية التي يجب أن يتبعوها الثوار الآن في ظل هذا التقدم شهدنا للمراقب للخريطة يجد أن الثوار يتقدمون على الحدود على الشريط الحدود التركي على الحدود التركية يتقدمون الآن الخطة العسكرية الصحيحة هذا التقدم صحيح ومن الذي يجب أن يفعلونه طبعا أي شبر يحرر من الجغرافيا السورية هو نصر للثوار وخاصة إذا حرر بأياد الثوار الآن الاستراتيجية الأمريكية وحتى استراتيجية تركية إبعاد تنظيم الدولة عن الشريط الحدودي فلاحظنا طور في الشمال الشرقي منطقة الحسكة ومنطقة القامش لأبعد تنظيم الدولة باتجاه الداخل والآن الأخضر الاستراتيجية إبعاده من جرابلوس حتى عفرين يعني من عفرين حتى جرابلوس باتجاه الداخل الآن المطلوب من الثوار ولاحظ الاستراتيجية القادمة هي الوصول إلى منطقة الراعي يعني بدهم يظلوا يمشطوا في المراحل القريبة طبعا في المراحل القريبة بدهم يظلوا يمشطوا سوران عزاز أتصور المرحلة القادمة لأنه تضيق الحصار على منطقة سوران عزاز ودابق والمناطق وبالآخر بدهم يتجهوا باتجاه الراعي لأسباب سياسية أيضا أول شيء إراحة الأتراك في أنه الجيش الحر هو من سيطر على المنطقة من عزاز إلى منطقة الراعي بيكون شوي كما حفق في التوتر اللي سببه وجود الوحدات الكردية على الأرض وأنه بدأت تتقدم أنت لاحظت بالفترة الماضية أنه على الأساس تتقدم من تجاه جرابلوس وباتجاه لتوصل الكنتون الكردي فهذه كانت الخطة أنه يجواجد المكون العربي هو الذي يأخذ المنطقة من عزاز حتى منطقة جرابلوس يعني هذا التقدم هل هو بتنسيق مع الجيش التركي أو الدولة التركية طبعا وأؤكد لك أنه الأمر منسق يعني لأن المعارك قبل ما تبدأ عم يبدأ بتمشيط الحدود كاملة يعني بيعرفوا دوديان يا ليت كل العالم عم تشتغل معنا مثل ما عم تشتغل معنا تركيا يعني أنت بتعرف 66 دولة التحالف للأسف ما قدموا للثور شيء أمان تنظيم تقدم تنظيم الدولة يعني أمريكا الآن استراتيجيتها تجنيد أي إنسان لقتال تنظيم الدولة يهودي علوي سني كردي المهم أنه محرقة وزتها للأسف هي نسياني أنه المكون العربي هو الأساس المكون الكردي هو مرحلي فترة مرحلية لا يستطيع القتال في العمق في أراضينا نحن مناطق عشائر ومناطق عربية لن نسمح أنه يستولي عليها وينفذ فيها غاياته أي فصيل كردي أو طبعا نحن ما نعرف الفصائل الكردية المتطرفة في البيضة واليبقة والدككة وهل الأمور راي فإذن الثوار يحافظوا على وثيرة الهجوم وصولا إلى منطقة الراعي بترتاح الأمور وتعتبر كمان منطقة الراعي منطقة قاعدة الانطلاق قاعدة انطلاق بالتجاه أحبتي المشاهدين هذا كان يعني التطورات الأخيرة على الأرض ننتقل إلى المحور الثاني وهو موضوع سواء حرب الإشاعة وسواء الوثائق التي نشرت مؤخرا فإلى المحور الثاني أحييكم من جديد في المحور الثاني من حلقة اليوم حصلت شبكة سكاي نيوز على وثائق مسربة من قبل جندي من جنود تنظيم الدولة من جنود الخلافة الذي شقى عن هذه الدولة وسلم هذه الوثائق الهمة إلى شبكة سكاي نيوز ما الذي تحتويه هذه الوثائق وما هي مدى صحتها إن صحت نسبتها لتنظيم الدولة وبالمقابل ماذا يرنو ماذا يرنو تنظيم الدولة بمثل هذه الوثائق إن كان هو من سربها وهل هي فعلا صحيحة أم غير صحيحة هيكلية تنظيم الدولة والأمن القوي الذي كانت تناطح به عنانا السماء نتابع التقرير ثم نبدأ النقاش تمكنت شبكة سكاي نيوز من الحصول على وثائق مسربة جديدة خاصة بتنظيم الدولة من رجل يدعى أبو حامد وهو أحد جنود التنظيم في سوريا ومنشق مؤخرا ويختبئ في أحد الأماكن السرية في تركيا خوفا من تعقبه وقتله ويعد أبو حامد أحد الجنود السابقين ضمن صفوف الجيش السوري الحر ثم انضم إلى تنظيم داعش وقدم إضافة معلوماتية جديدة ضد تنظيم الدولة من خلال تسريب وثائق أخذها من رئيس شرطة الأمن الداخلي للتنظيم ثم سلمها إلى الشبكة الإخبارية البريطانية ونصح الجندي المشق عن تنظيم الدولة أن تسلم الوثائق المسربة إلى أشخاص يعملون ضد تنظيم الدولة وتنتظر معلومات استخباراتية لمحاربة التنظيم وليس إلى جهة متعاونة أو ربحية تبيع وتشتري الوثائق ثم تعود مرة أخرى إلى قيادات التنظيم وأكد أبو حامد أن الوثائق هامة للغاية وخاصة بشأن آلاف العناصر من تنظيم الدولة قائلا لو وقعت الوثائق في يد صحيحة ستكون بمثابة المسامير التي تدق في نعاش التنظيم مؤكدا أن التنظيم يدعي الكذب ولا يوجد به شيء يتقبله شرع الإسلام أبدا وتحتوي الوثائق التي عرضتها شبكة سكاي نيوز على معلومات تشير إلى أن التنظيم قاب قوسين أو أدنى من النهاية في سوريا وأنه على صلة وثيقة في تحركاته بالنظام السوري وتقدم الوثائق المسربة بيانات مفصلة لنحو 22 ألف مقاتل ضمن صفوف التنظيم وأن البيانات خاصة بالإدارة العامة للحدود التابعة للتنظيم والتي تعتبر الهيئة التنظيمية المختصة بطلبات المقاتلين الأجانب وتكشف اسم المنتسب للتنظيم واسم عائلته واسمه الحركي وجنسيته ومكان إقامته وتاريخ ولادته وحالته الاجتماعية وعمله السابق ومهارته القتالية ومدى إلمامه بشريعة الإسلامية المزعومة عندهم وتكشف بعض الوثائق هوية أفراد في التنظيم غير معروفين وقادمين من 55 دولة وبعضهم موجدين في أوروبا وأميركا وكندا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتقدم مؤشرا على رغبة المقاتلين في تنفيذ عمليات انتحارية وعقب محامي دولي على المعلومات التي تحتويها الوثائق قائلا هذه الوثائق بمثابة ويكيليكس بالنسبة إلى تنظيم الدولة وهي بكل تأكيد كارثة حلت عليهم وهي معلومات مفيدة لنا موضحا أن الوثائق ستسمح لوكالات الاستخبارات بالربط بين هؤلاء الأشخاص وكيف يتم تجنيدهم ونقاط التقائهم ومن يساعدهم مؤكدا أن هذه الوثائق مفتاح للقضاء على هذا التنظيم بينما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون من جهتها أنها اطلعت على آلاف الوثائق التي كشفتها وسائل إعلام بريطانية لكنها لا تستطيع تأكيد صحة تلك الوثائق حسب قولها وكانت الشبكة البريطانية قد أعلنت أن عنصرا مشقا عن تنظيم الدولة سلمها وثائق تتضمن بيانات شخصية ل22 ألفا من مؤيد التنظيم وعناصره في أكثر من خمسين دولة بينما رجحت الشرطة الألمانية من جهتها صحة القوائم التي تتضمن أسماء مقاتلين ألمان التحقوا بتنظيم الدولة في شام دربالة القيادة في جبهة الشامية ما رأيك بما سمعت من هذا التقرير؟ هل ممكن أن ينشق أحد من تنظيم الدولة ويبرز كل هذه الوثائق؟ بالتأكيد أستاذ زاهر بالنسبة لتنظيم الدولة عبارة عن تجمع لعصابات ومرتزقة إن كان في سوريا أو على مستوى العالم طبعا منتزقة العالم الكامل تم استخطابها من قبل تنظيم الدولة فالأمر متوقع بشكل كبير أنتم متوقعون مثل هذه الانشقاقات والحصول على الكمية الهائلة من هذه المعلومات تماما الانشقاقات والهروب وهذه الحركات بشكل عام تحدث كون التنظيم أقرب إلى اللصوصية وهيكلة العصابة فالأمر متوقع بالنسبة لمصداقية الوسائق فالأمر يحتاج إلى دراسة أكثر أيوة دراسة أكثر من ذلك فممكن حوادث الانشقاق تحدث ولكن الوسائق في هذه الكمية وبها الخطورة متوقع بحاجة لدراسة أكثر طيب سيادة العقيد فايز الأسمر شبكة مثل سكاي نيوز هي ليست شبكة سهلة في المستوى الإعلامي أقول تنشر مثل هذه الوتائق ما تعليقك أولا على ما سمعت يعني بغض النظر إذا الأمر صحيح أو ما هو صحيح عن عملية الانشقاق المهم وصول تلك اللوائح إلى المصدر ممكن أن تكون مشترات يعني لأن أساليب الحصول على المعلومات أخي زاهر كثيرة منها شراء الذمم منها الانشقاقات منها الاستطلاع بالقوة منها الاستطلاع الجوي الاستطلاع الأرضي إلى آخري المهم أي وثيقة معلومات يحصل عليها أحد الطرفيذ المتعاديين هي تعتبر نصر إله لأنه بمثابة كلمة اعرف عدوك فعندما تعرف عدوك تعرف وضع الخطط إله وكيف تقاتل فما بالك إذا وثائق عن 22 ألف مقاتل يعني المعلومات المتوفرة عن المقاتلين جنسياتهم أسماءهم مواليدهم من أين أتو هذه كلها حتى تفيد أجهزة المخابرات العالمية في عدم الرجوع إلى البلاد التي أتوا منها يعني بتفيدهم هذا هذا هل يؤثر بنظرتك الاستراتيجية التحليلية على هيكل التنظيم الدولة وقوته الأمنية أكيد أكيد أي حتى لو كان مثل ما قلت لك أخي في شيء أنه إحنا بالاستراتيجية وبالمعارك شيء اسمه حرب الشائعات حتى لو كانت مجرد هي وجود شائعات تبثها بين صفوفها معا وجود انشقاقات بأعداد كبيرة يعني مثل ما يقول دعاية موجهة أو إعلام موجهة أو إشاعة موجهة لصفوف العدو فهي تحدث نوع من التشردم ومن التفكك ومن الروح المعنوية الهابطة في صفوفه فما بالك إذا كانت الأمور صحيحة يعني الآن بس ولكن هنا في ناحية أنه إحنا بنعرف بالنسبة لتنظيم الدولة يمنع عن عناصر التواصل مع وسائل الإعلام يعني غالبيت عناصره غير متواصلين مع وسائل الإعلام ولكن القادة يستطيعون التواصل وبإمكانهم إيصال تلك المعلومات لعناصرهم يعني مثل ما قلت لك الآن مجند كافة الأمور مجندة لقتال تنظيم الدولة كأنه بدأت أرادة المشيئة الدولية أو الإرارة الأمريكية الآن أن تبدأ ساعة الصفر في قتال تنظيم الدولة هشام دربالة انتشر خبر عبر الصحف وشبكات النت مؤخرا عن نبأ مقتل القائد العسكري لتنظيم الدولة أبو عمر شيشاني ما صحت هذه الإشاعة إن صحة التسميع؟ طبعا الخبر تم ددوله بشكل كبير على صفحات التواصل والقلوات الإخبارية هل عندكم معلومات تؤكد هذا الخبر؟ طبعا معلوماتنا من داخل التنظيم يوجد فيه فيه شخصية على مستوى التنظيم شخصية قيادية على مستوى عائلة في التنظيم تم استهدافه ربما يعني وعلى الأرجح يكون عمر شيشاني ولكن يعني نسبة نسبة التأكيد يعني حوالي 70% أن يكون عمر شيشاني ولكن بشكل عام فيه شخصية من التنظيم على مستوى كبير في القيادة تم استهدافه نعم طيب سيادة العقيد المتأمل في التطورات الأخيرة بالنسبة لتنظيم الدولة يجد تأكيد مقتل زرقاوي حمرين وهو أحد القيادة الخاصين في تنظيم دولة في العراق نبأ أبو عمر الشيشاني هذا التقرير الوثائق 22 ألف اسم هذه تقسم ضمن التنظيم ماذا يعني ذلك عسكريا؟ تمام يعني أنت يمكن راحا بالك أنه كمان بعملية خاصة للقوات الأمريكية مسكوا مسؤول تنظيم داعش أو قائد العمليات الكيميائية كمان هذا الكلام من 4 أو 5 أيام فتصور كم من المعلومات هذا القائد مسؤول الملف الكيميائي في داعش عنده عن كل شيء عن القيادات ممكن هي ما تأثر على العداد يعني أبو عمر الشيشاني قتل قتل واحد ولكن عندما يقتل قائد فإن الروح المعنوية للمقاتلين تنهار هذا سؤالي هل هذه فعلا ضربة إلى معنويات التنظيم طبعا وهل فعلا تريد الآن الولايات المتحدة الأمريكية طبعا وحلفاؤها أن يقضوا على هذا التنظيم طبعا مثل ما قلت لك أنت الأمر أنه يوم القائد يقتل يعني بتلاقي أنت الآن العمال الخاصة كافة تنفذ ضد القادات فالقائد واحد وعناصره ألف صح ولكن يبحثون عن القائد عندما يقتل فإن العناصر البقية تتفكك يعني القائد هو الذي يسيطر وخاصة قائد مثل أبو عمر الشيشاني الذي هو فتح أو مثل ما يقوله أخذ نصف سورية ونصف العراق كانت حملته آخر شيء على المطارات مطار الفرق السبعة عشر والشدادي عندما أخذها أول مرة يعني القائد له درجة كبيرة في استمرارية الأعمال القتالية ومثل ما قلنا تخطيط الإرادة الإدارة الأمريكية أن تقتل القيادات وهذا سبب وجود القوات الخاصة إن كان في القامشلي أو حتى في ستة شرين من أجل تنفيذ هكذا عمليا هشام دربالة بثلاثين ثانية ما هي الكلمة الأخيرة التي تحب أن تقولها بالنسبة لريف حلب الشمالي وحرب الثوار مع تنظيم الدولة طبعا الكلمة من حب الوجهة بشكل عام لأهلنا بالريف الشمالي وبحلب بسوريا بشكل عام وللمجتمع الدولي قتالنا للتنظيم ما هو قتال جديد نحن بدأنا قتاله قبل ما يقاتلوا قبل ما يعلن قتال المجتمع الدولي يعني اكتشفنا خطورته بشكل مباشر كوننا موجودين على الأرض فأعلننا قتالهم لخطورة هذا التنظيم فمنتمنى من المجتمع الدولي يكون أكثر فعالية من المجتمع الدولي بشكل عام أكثر فعالية بدعم السوار بتغطية جوية مشابهة للتغطية الجوية اللي حصلت في عين العرب والمعارك اللي كان فيها المجتمع الدولي حليف قوي لقوات اللي قاتلت في عين العرب طيب فمنتمنى من المجتمع الدولي يتحمل مسؤوليات تجاه السوار يعني نحن أبناء أبناء عشائر أبناء قومية عربية في هذه المناطق الممتدة اللي عبتم تحريرها فبتمنى من المجتمع الدولي يكون أكثر فعالية وصلت رسالتك حشام دربالة القيادي في الجبهة الشامية أشكرك وأشكر مشاركتك الطيبة سيادة العقيد فايز الأسمر ما هي الرسالة الأخيرة يعني ما رح أضيق لك الرسالة الأخيرة في حرب الثوار مع تنظيم الدولة تمام أحنا الرسالة بدها تكون على كافة المستوى الثوار الموجودين في كافة ساحات القتال وعلى كافة الجبهات في سوريا نتمنى من الله النصر بداية أطلب من الثوار الانضباطية العالية لأنه أهم شيء في المعارك هو الانضباطية والقيادة الحازمة والمستمرة وإطاعة الأوامر أحنا بنلاحظ أنه الفصائل الإسلامية حتى أنه عم تتقدم في أمر معين متفوق علينا بأمر معين هو سمعنا وأطعنا فنرجو تعميم هذه الأمور على فصائل الجيش الحر ونطلب منهم السهر وأعانهم الله في قتالهم على ثلاث جبهات في شمال حلب والنصر القادم بإذن الله هل تعتقد أن المرحلة القادمة ستشهد خاصة أتكلم عن ريف حلب الشمالي تطورات لمصلحة الثوار أم ضد الثوار لمصلحة الثوار لمصلحة الثوار لأنه بدأ يضيق على داعش وأول انسحابه هو من ريف الشمالي لحلب أشكر أكسية العقيد فايز الأسمر محل العسكري وستراتيجي هياك كما أشكر عبر سكايب القيادة في الجبهة الشامية هشام دربالة لا يسعوني إلا أن أشكركم سادتي المشاهدين في برنامج خطوط النار هذا زهر الشرق أطحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة